اشتركوا في القناة من النصايح الرددية اللي راح تفيدكم في لعبة RDR2 مرة اخرى اذا حصلت هذه الفرصة الذهبية في لعبة ردد انتبه انك تفوتها لانك راح تخسر اشياء قيمة جدا بل ممكن تخسر احصنة نادرة جدا مستحيل تحصلها مرة اخرى فيارة نخش في المكتب بالنسبة لاول فرصة ذهبية راح تروح للسنايبر النادر في مهمة احد مهمات دتش اللي يعطيك اياها اي مهمة رئيسية طبعا في هذه المهمة الرئيسية راح يكون فيه ثنايبر نادر اذا ما اخذته في هذه المرحلة فانس انك تاخذ وقرأ عليه السلام بالنسبة لي شرح المهمة المهمة جدا جدا سهلة راح تساعد خويك بعد ما تساعد خويك راح تلاحق الاعداء اللي اهدوا خويك بعدها راح تتسلسل الاحداث ويجون اشخاص يخنقون ارثر يبون يكتلونه زي كذا المهم حنا ما علينا مهمة جدا سهلة هي حنا اهم شي لما نوصل لهذا المرحلة او هذه النقطة من المرحلة لما تحصل هذا الحظيرة او هذا البيت زي ما تشفون في القيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه له لانه في له السنايبر النادر حقنا اللي نبغى طبعا لما توصل لهذا الشخص هذا الشخص هو اللي راح يكون مع السنايبر النادر ولو تلاحظ في اسمه والله فعلا اسمه السنايبر النادر زي ما قلتلك هذه فرصة ذهبية انك تأخذ هذا السنايبر النادر اذا ما اخذته في هذه المرحلة فما راح تقدر تجيبه مستقبلا فيلا ننتقل للفرصة الذهبية الثانية فرصة الذهبية الثانية راح تكون كيف تجيب حصان النيكوتا الازرق وكيف تأخذ في بداية اللعبة اهم شي لازم يكون عندك علامة الاستفهام هذه في الشابتر 2 تكون موجودة في بداية اللعبة يكون علامة الاستفهام موجودة في هذا المكان بالنسبة انك اذا عديت المهمة مسبقا فخلاص انسى النيكوتا الازرق طبعا النيكوتا الازرق طاقاته جدا جدا جيدة بالنسبة لحصان تقدر تاخذه بلاش وايضا احلم فيه انه لونه ازرق كنا نعرف انه الوان النيكوتا كلها بكلب لكن هذا مميز ولونه ازرق طبعا لما توصل لعلامة الاستفهام راح تحصل حصان النيكوتا موجود والشخص صاحبه راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح تجي بينكم قصة ويكلمك وتكلموا راح يطلب منك انك تشتري منه خريطة او انك تسرقها حنا ما علينا انت تصرف يا انك تبت سرقها يا انك تبت شريها حنا اهم شي عندنا الحصان النكوتا الازرق طبعا لما يطلع هذا الشخص على النكوتا الازرق انت خليك خفيف كذا وسريع واسحبه من الحصان عن صريق الحبل زي ما تشوفون في الجيم بلاي وخذ بالك ايضا انه مجرد ما تطيحوا من الحصان على طول انه كوتا الازرق راح يهرب فانت حاول بقدر الامكان انك تركب حصانك وعلى طول تلحق هذا الشي الجميل طبعا راح تروضوا بالطريقة العادية راح تلاحقوا راح تمسكوا بالحبل بعدها راح تهدي شوية 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 تهدي بعدها لما تتقرم منه طبعا بعدها راح تضغط مثلث وكذا يكون اخدت الحصان النكوتا الازرق طبعا هذا الحصان هو مروض ما يحتاج له ترويضة عن تسوي حركة الترويضة ما يحتاج فقط امسكه بعدها تقرم منه تهدي تضغط مثلث وكذا يكون مبروك عليك النكوتا الازرق وعشان يصير الحصان باسمك رسميا روح للإستابل وسيجله باسمك بشكل رسمي وسويله سعد الأب بالنسبة للاشخاص اللي ما يعرفون كيف يحفظون اي حصان في الإستابل ودي الحصان للإستابل بعدها راح تضغط عليه مثلث وكذا يكون مبروك عليك الإستابل صار الإستابل الحصان صار باسمك رسميا مبروك عليك النكوتا الازرق أحد أسرع الأحصنة في لعبة Red Dead Redemption 2 يلا ننتقل للفرصة الذهبية الثالثة طبعا بالنسبة للفرصة الذهبية الثالثة راح تكون والله فرصة ذهبية من جد طبعا راح أعطيك حصان أسرع من الحصان العربي لكن الحصان العربي يتفوق عليه في نقاط أخرى لكن يعتبر أسرع من الحصان العربي طبعا هذا الحصان تقدر تشتريه من أستابل مدينة الستروبيري زي ما شفته في الجيم بلاي طبعا ممكن العائق الوحيد إنه سعره شوية غالي سعره تقريبا 450 دولار لكن صراحة يستاهل كل دولار راح ندفع فيه لأنه صراحة جدا سريع هو أصلا حصان السباق فراح يفيدك جدا 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 أحسن من الحصان العربي من ناحية السرعة لكن الحصان العربي يتفوق عليه في نقاط أخرى لكن ترى نقدر نقارنه بين الحصان العربي وأيضا راح أوريكم طريقة كيف تجيبونه بلاش إذا ما كنت بتدفع فلوس بالنسبة للطريقة اللي كيف تجيب هذا الحصان بلاش طبعا هي الطريقة نوعا ما عشوائية وتعتمد على الحظ وتعتمد بنسبة كبيرة أيضا على الصدفة ليش أنا فهمك ليش أسمع في حرمة معاها هذا الحصان تجي في المنطقة اللي وريتكم إياها من منطقة الستروبيري إلى منطقة اللي هو السين دينيس المهم هذه الحرمة تجيك وتدور على ناس تتسابق معاهم وهي معاها الحصان ها هي معاها الحصان اللي نبغاه لكن هي تقع تدور على ناس تتسابق معاهم زي ما تشوفون أنا حصلتها في هذه المنطقة قبلت سباقها وتسابقت معاها حين أصلا ما أنا بنتسابق معاها فقط نبغى نصرق حصانها لو تلاحظون أنا هنا غبرتني جدا وما قدرت ألحقها أبدا فحاول بقدر الإمكان إنك تبدر عليها تسبقها عشان تقدر تسحبها بالحبل وتطيحها انتبه أيضا لما تطيحها على طول ألحق الحصان لأنه ترى ممكن يريع منك لأنه خطواته جدا سريعة ويغبرك 220 وإذا ضيعته إنسى هذا الحصان فحاول بقدر الإمكان إنك أول ما تبدأ السباق معاها على طول طيحها والحق الحصان زي ما قلت لكم هي طريقة عشوائية لكن بما إنك الآن عرفت إنه معاها أحد أندر الأحصنة إذا حصلتها مستقبلا على طول طيحها وروض الحصان يعني زي ما شفته ترويض احترافي يعني سرق احترافي وترويض احترافي أيضا طيب بالنسبة للطاقات هذا الحصان النادر جدا طبعا زي ما قلت لكم هو يتفوق على الحصان العربي من ناحية السرعة لكن الحصان العربي يتفوق عليه في نقاط أخرى حصاننا هذا في السرعة عندك اللي هو يجي بسبعة سرعة والحصان العربي يجي بستة سرعة الـ Acceleration حصاننا يجي بخمسة والحصان العربي راح يجي بستة فالحصان العربي أكثر توازن يعني وأكثر بالنس بالنسبة للحصاننا هو أسرع من الحصان العربي وجدا حلو حلما فيه برضو إنك تقدر تأخذهم بلاش يعني يجيب الحصان العربي ويجيب هذا أيضا بلاش إيش خسران؟ الفرصة الذهبية الرابعة راح يكون ترويضك للحصان العربي طبعا كثير من الاشخاص روضوا الحصان العربي لكن مات عليهم فعشان تتفادى هذه المشكلة حاول بقدر الامكان قبل ما تتوجه للحصان العربي انك تسوي لك تخزينة جديدة وهذا التخزينة الجديدة خليها زي التخزينة الاحتياطية عشان اذا مات عليك الحصان العربي ترجع تسوي لها لود جيم وترجع ترويض الحصان العربي مرة ثانية لاننا كلنا نعرف من الحصان العربي فقط حصان واحد في اللعبة كلها اذا مات عليك انس الحصان العربي فهذه هي فرصتك الذهبية الرابعة عشان لا يضيع عليك هذا الحصان سوي لك سيف جيم جديد وسوي لود جيم اذا مات الحصان بالنسبة للنصايح الذهبية اول نصيحة ذهبية حاول بقدر الامكان انه يكون الشرف عندك عالي ليش يا صالح بكل بساطة لانه الاشخاص اللي عندهم الشرف عالي رح يكون عندهم مجموعة من التخفيضات الضخمة ومجموعة من الملابس الحصرية والنادرة للشخصيات اللي شرفها عالي وبالنسبة للشخصيات الثانية اللي الشياطين والأونرهم نازل فما رح تكون عندهم هذه الاشياء ولا رح تكون عندهم تخفيضات ولا رح يكون عندهم ملابس نادرة اعطيكم مثال توضيحي أنا أول رحت للإستبل بشخصية الشيطان طبعاً اللي أونره نازل رحت للإستبل سألته عن الحصان المعين كم سعره هذا قال لي والله 750 رحت عند نفس الحصان ونفس الإستبل لكن بشخصية اللي أونرها عالي سألته هذا بكم سعره قال لي لك ب385 دولار لأنه أونرك عالي فحاول بقدر الإمكان أنه الأونر يكون عالي عندك لأنه فيه تخفيضات على جميع الأخراف وزي ما شفته قبل شوية على المثال اللي هو التخفيض 200 دولار فرق بين الشخصية اللي معها أونر والشخصية اللي ما معها أونر بالنسبة للنصيحة الثانية ودائماً دائماً أكررها حاول بقدر الإمكان أنك تنظف أسلحتك بين فترة وفترة عشان لا يقل الدمج حقها وتقل دقتها إلى آخره يعني نظف أسلحتك عشان لا تبع طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتك وبالحلوة وأهم شيء حط لايك ليجيك هيد الآن يلا سلام عليكم